انت من شنة ببغداد فعلا التقيت او تسحرت فطرتي من سيد المالكي وانه سيد المالكي هو اللي استقبل بسياراته وحماياته وجابك من المطار هكذا كانت اكو روايات والله يا بلا شفت الرجاء ولا فطرني ولا اتشني ولا تسحرني وهذا الكلام احترامي يعني عود دارايحاني بالله علي خال النجم اي يعني دار استحب الله انا ضمشي مثلا لا والله لا قسم بالله ما اضمه الرجاء والله لا لا دخيل لا من قريب ولا من بعيد ولا تشنة ولا تبوزعنا لا الكلام مصعي ثاني شيء انا قلت لك جيت مع المطار هطلعت منهم بالسيارات وهذا الطريق مفتوح من يمك روح ما حدقاظبك لا لا هذا الكلام مصعي بس قلت لك اعداء المالكي او خصومه رادوا يخلقون نوع من الفوضى ومن الارباك ومن التهويل وهالحشاك هالروايات تراضيته انت والسيد البالكي لا ما متراضين بس اعتقد كل الخلافات انا اعرف انت تدق علي يا وتر بسيطين اقول لك يا بمنتهى الصراحة كل الخلافات اللي مضت بين وبين كل الاطراف السياسية معجل احترامي للالقاب مالكي او غيره الكل الخلافات اليوم ذهبت الى رف التصفير اتعرف ليش ايه لان اكتشفنا بعد فترة وللأسف انو المشكلة مو يم ذولي المشكلة يمنى احنا للأسف اقول لك يا اوان رجل والله وروح والد يحكي لك الصراحة بمنتهى الصراحة ايه المشكلة يم ولادنا المشكلة مو يم ولادكم يم ولادنا مشكلتنا يم ولادنا اللي مع الاسف من يشوفنا انتكاون على اخذ الحق يقعد يذب عيدان على هالنار ويشعلها ويستفاد وهناك يقوم يحفر لجدامك فانا اعتقد موضوع الخلافات السياسية مع كل اطراف كل ركننا على جنب الان جاي الريد نعمل لاجل وضع جديد اروح اذا جاي بهذه الطريقة اروح اكاون المالكي كل شوية ماشي وكاون الصدر وكاون حكيم وكاون برزان وكاون لا عملا لا انا مارد بعد احد يستفاد على قفانه من هاي الخلافات زين مارد واحد يصير بطل قومي وصانع ومعمر الكون بروسنا من سبب هاي الخلافات اللي عنده خلافة ويجا ما اخير واحتخالها فياهم زين ماعدنا بعد خلافة فياحد زين شيخ القضية نعم انك اكتشفت او انكم قد اكتشفتم انه القصة بالوليادات اليمكم هذا اكتشاف متأخر لو هي حقيقة انتم كنتم تعرفون بها من زمان ان العلة بالوليادات بجماعاتكم على قولتك هسا اكتشفتوها انه الجماعة ما كان بهم عيب كم شهر جماعاتكم تانا والصوتي قبل اشهر قليلة بصراحة لا مو من زمان اي لا لا قبل اشهر اكتشفنا انه اللي حفر جوانا ولدنا واللي اشتكى علينا ولدنا واللي واقف ضدنا ولدنا واللي يهيز علينا القضايا ولدنا واللي يتمنى موتنا ولدنا وللأسف يعني بالنتيجة لا العفوان مو ما نقول لأسف لا والله لحسن حظنا انه اكتشفناها افضل ما نظل مغفلين لذلك اقول لك ياهو بكل وضوح وصراحة يا اخي نجيم والله العظيم حتى ولدنا اللي تصرفوا او كان هاي ردة فعلهم هم ما رد نأذيهم رسي ريد نجنب الكل سواء كان والله حل السماح التسامح التسامح شيمية الفرسان بس انا وقتي خلص اريد اسألك سؤال لا اي ولدكم اكو مثل عندنا وهذا انطبقى احنا اي نقول الرجال من تولد عف واحنا ان شاء الله نعف بلاكت اكو ناس لا تعذرني هذا ما بلا واضح انت وين السولف انت واضح وين السولف لكن بقضية الولد يا شيخ علي لما ولدكم اكتشفتم ان هم اللي يشتغلون ضدكم ولد الجماع الطرف الثاني فضحوا لكم الحقائق تروا اليداتكم يشتغلون عليكم هي هاي نصيحة لو تحريك لو لرب الأوراق لو لديكم لا والله لا 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 اقف 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 اخي نجم اي لا 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 انا انا كشفتها الحقيقة بنفسي وتأكدت من القضايا او منو جاي راجع بيها ومنو جاي اتصل عليها ومنو قاعد يم فلان ام كلها انا اكتشفتها والله اقسم لك بذات الله ليه انشتت تدور وراها لو صدفة لا لا لهم دخل لا المالكي ولا الاطار لا والله صدفة اي اهلو ما 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 يعني خاف اقولك ادور وراها واكتشفتها لا والله صدفة صدفة حقيقة صدفة وصبرت عليها كثير واذا كل ما نجر الخيط كل ما ننزل للأسف لقينا اللي ما كنا متوقعين